في تقرير عملته صحيفة The Economist الأمريكية بتهاجم الإعلام المصري عاد هاجموا الإعلام المصري وخاصوا بالذكر العبد الفقير إلى الله قالوا إن أنا بقول إيه بمقصي يقول لا يمكنني أن أستبعد على الثاني يعني لا يمكنني أن أستبعد أن الإخوان استخدموا السائق بتاع القطار وفي القيام بهذه العملية يعني أكد أنه لأولي سقطة وأنا أؤكد مرة أخرى رغم أن في الصحف الأمريكية إنه هناك أياد عابثة من الإخوان في كل ما يجري في مصر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ونحن لا نقول إلا ما نعلمه وتاني بقول لن نخشى أحكام هؤلاء ولن نعمل لهؤلاء حساب هنا نقول الحقيقة أو ما تأثر للحقيقة لأنه ليس لدينا أجندات خفية دا الإيه؟ الكلام بتاع الإيكولمست ترجمة نانسي قنقر